مدينة البرتقال أو أم البساتين كما أطلق عليها منذ عقود لم تعد كذلك والكلام عن محافظة ديالا التي عانت في السنوات الأخيرة من تزايد رقعة الجفاف وانعدام الدعم الحكومي ما تسبب بهلاك نحو نصف بساتين المحافظة سكان ديالا لا سيما العاملون في قطاع الزراعة هم من أكثر المتضررين من جراء شح المياه حيث خسر الكثيرون مصدر رزقهم وهجروا قراءهم بحثا عن مصادر عيش بديلة الفلاح معاناة هواية حسا صارت أول شيء المي مي ماكو يعني تجي هذا نهر الويند ما تلقى بي أي مي الزراعة فدناه من تركت تركت حسا كل الناس قامت تشتغل بالمحلات اللي يشتغل عامل اللي يشتغل يوزع مي الفلاح منقرضة هيشي انقلة المياه أدت إلى جفاف هذه المنطقة والزراعة متهالكة إلى أبعد الحدود من حيث الزراعة أما من حيث الثرواء الحيوانية حدثوا لا حرج المصائب لا تأتي فرادا بالنسبة لسكان محافظة ديالا فإلى جانب مشكلة جفاف المياه يعاني الفلاحون من زيادة أسعار المبيدات والأسمدة والوقود على حد سواء الفلاح أكبر مشكلة تواجهة بالبداية هي زيادة الأسعار المبيدات والكيمياوي يعني الصعوبة يعني كل شيء يعني كل شيء غالي والقاز هذا المما يسبب ارتفاع هذا رح يكلف الفلاح سعر كل شيء الحال أسوأ في مناطق أخرى مثل قضاء خانقين وناحية جلولاء فالمياه مقطوعة عن السكان منذ أسابيع بسبب تهالك محطات تصفية المياه وسط غياب تام للجهات الحكومية المعنية راح سنلنا واحد أشياء يوم ما كمين بسبب المشروع عاطل ويعني بدلوا الغرض كلها بدلوها الفلاحة المغالتها الغطاتها بدلوها والحدي الآن فاليوم سنل واحد أشياء ومحنا مواصل نموي وتعد ديالا واحدة من أكبر محافظات العراق تضررا من مشكلة نقص المياه بعد أن قطعت إيران روافد الأنهار المغذية لنهر دجلة بشكل كامل إضافة إلى قلة هطول الأمطار في الموسم الشتوي الماضي إلى جانب نفاد المخزون المائي الاستراتيجي لبحيرة حمرين ترجمة نانسي قنقر